انتقلنا مع أنوار القرآن الكريم وإحنا ماشيين راحين على الجزء الثامن بعد ما انتهينا من الكلام عن الإنسان وذاته وإزاي ذاته تكون منورة ابتدينا نتكلم بهذا النور إزاي نستثمر هذا النور فأول دايرة بنستثمر فيها هذا النور هي دايرة الأسرة فانتقلنا إلى ملف التاني اللي ابتدى معنا من الجزء السادس لما تكلمنا فيه عن أن الأسرة قيمة ثم بعد ذلك قلنا إذا كانت الأسرة قيمة وإيه أكتر حاجة بتحرق القيم في الأسرة فكانت اللبنة التانية وهي الحب والنهاردة نتكلم عن القيمة أو اللبنة الثالثة في مسألة الأسرة النهاردة تلت يوم لينا مع الأسرة ومن أهم القيم اللي بنعيش بيها في الأسرة بعد ما عرفنا إن هي قيمة مبنية على المحبة والسكينة والمودة فلقينا إن كل دا بيوصلنا للحب اللي هي كانت اللبنة الثانية والحب لا يستثمر إلا بحاجة كتير من الناس بيفتقدوها وكتير بالناس بتبقى عندهم مشكلة لما يبتدوا الأسرة وهم متصورين إن هي صفة بتوجد مباشرة في الناس بدون ما يسعوا إليها ولا يحرصوا عليها ومع إنها صفة هي اللي بتخلي الأسرة تتألق هي اللي بتخلي الأسرة تتماسك هي اللي بتخلي الأسرة ترسخ هي اللي بتخلي الأسرة اللي تحقق الهدف الأساسي اللي كتير من الناس بيبقوا محتاجينه لما يكونوا في الأسرة وهو الاستقرار وهو التوافق وهو الوصول لأحسن حالات الإنسان لما يستثمر كل الصفات الحسنة فيه ايه القيمة الرائعة دي اللي فيها كل الكلام ده هي قيمة النضوج فتالت لابنا معانا واحنا بنسيرين مع القرآن الكريم هي لابنت النضوج فعندنا آية النهاردة في الجزء الثامن في سورة الأنعام الآية 122 بتقول او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس نورا يمشي به في الناس هنا بنقف بقى ونبتدى نتكلم عن مسألة النور النضوج في الحقيقة مش اننا احنا نعيش في الأسرة على اننا الناس كاملين وفي ناس كتيرة بتبقى مشكلتهم لما يبتدوا ينشئوا أسرة ان هو يحصل ايه؟ ان هما يبتدوا في أول الأسرة ويتصوروا ان الأسرة اكتملت وهم ناضجين تمام النضوج فالنضوج بيجي بالعشرة بالعيشة لان النضوج حياة ولذلك لما بيبتدوا في الأسرة يبتدي الزوج والزوجة بيرفع سقف توقعاتهم وتصورين ان النضوج ده حالة مش النضوج دي حياة ايه اللي بيحصل؟ بيحصل في أول الأسرة مشكلات ضخمة جدا جدا بسبب ان النضوج محتاجي تعاش مش من النضوج ده ان يكون أحد العوائق في الأسرة بالعكس النضوج ده بيستمر عشان الناس تستمر في الأسرة في حالة استقرار ورسوخ وسبات النضوج ده عامل بالزبط كده زي رمان تلميزان في البيت في الأسرة ولذلك أول علامة من علامات النضوج العيش مع الناس بحالة من حالات كل واحد فينا بيعرف قدي ايه هو محتاج من الآخر انه يكون قليمة إضافية بالنسبة له وعشان كده عاوز تعرف انت قدي ايه انت ناضج في العلاقات شوف قدي ايه انت ناضج في الأسرة مش لو لقيت نفسك عايش في المظلومية مثلا وبتقول ان أسرتي مش بتحبني وهم مش بيقدموا لي اي شيء اضافي وكل اللي عايزوا ان انا عايز زوجتي مثلا ما تكون مهتمية بيا وهي مش مهتمية بيا وجوزي مش بيجيب لي كل النفس فيه ساعتها مش هو ده النضوج مش ده النضوج ان انت تبقى عارف النواقص في حياتك ولو غريت في المقارنة بين اسرتك وبين قريبك وبين اصحابك تبقى انت لسه مش ناضج هيقولي لما احنا نعرف ازاي الحياة بتمشي ازاي ازا ما كناش نقارن نفسنا باللي حوالينا لازم تعرف ان كل واحد ربنا رزق بنعمة مخصوصة لي عليها بصمة بصمة مخصوصة بيه هو انا بسميها البصمة الحياتية بصمة حياتية يعني ايه عندك نعمة بتتناسب مع كل ظروف حياتك ربنا ما ادهاش لحد تاني من دهلك انت فزوجتك نعمة وزوجك نعمة وولدكم نعمة والدك وولدتك ابوك وامك نعمة لو كان حالك ينصالح مع حد تاني غيرهم كربنا اعطارلك حد تاني غيرهم معقولة اه والله يعني حتى لو ابويا عمل في كل حياتي كل اللي عمله ده اه لانك انت كنت لابد ان انت تكون ناضج وتقدر تعرف تتعامل مع والدك ده ازاي وولدك مهما كانت صفاته كنت انت لو كنت ناضج كنت تقدر تخرج احسن ما فيه ومن اهم علامات النضوج انك تعرف النعمة اللي ربنا ادهالك وتحمده وتسعى عشان تعيش بسعادة معاها ومعا كل افراد اسرتك الزوجة اللي بتشتكي من ان زوجة مشغول عن البيت ومش بيهتم بيها ولا بيكلمهم والزوج اللي شايف انه بيعمل كل حاجة لأولاده وهو عايش بس في الحياة علشانهم شغلوا علشانهم وتعبوا علشانهم وحتى سكوتوا بيكون عشان يرتاح مش عشان يهرب من ده لو كان لو كنت انت شخص ناضج فعلا تعرف ان راحتك في وسطهم ومعاهم انك تشاركهم انك تعيش معاهم انك تكلمهم انهم يكونوا مشاركينك اهتماماتك وانت مشاركهم واهتماماتهم وانت وجودك في البيت مطلوب وبيستنوه وما تعتبرش ان انت عبء عليهم فلابد تسيب لهم البيت لا ده انت ركن مهم جدا وسند اساسي في البيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلكم راعن وكلكم مسؤولون عن رعيتي فما ينفعش تيجي الزوجة تقول انا مش ملزمة بشغل البيت وما ينفعش الزوج يقول كمان انا مش ملزم بعلاجها ويتحول البيت لميدان للصراع وده كله ليه عشان لسه الانسان ما تنورش شوف كده الآب تقول ايه او من كان ميتا فاحييناه واجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني النور ده هيخلي المسألة ويخلي الانسان يدخل بنوره في الناس فينورهم فيطلعوا احسن ما فيهم واسوأ شيء في الشخص غير الناضق هو الاهمال انه بيهمل ومش بالضرورة عشان تكون مهمل انك تكون مهمل طول الوقت لكن انك تكون ما بتبقاش سبب من اسباب امان البيت ورعايته انك تكون مهمل في الوقت اللي انت يجب ان تكون فيه راعي اه هي دي المشكلة هو ده الاهمال هو ده عدم النضوج عدم النضوج ان انت بتعملش الحاجات المهمة في وقتها والرعاية الناضجة سبع خصال لو سبت واحدة فيهم يضيع البيت اول حاجة حبيبك يكون فيه امانك واول شيء يكون فيه امان امان ننسوء ظنك يبقى دي واحد تاني حاجة تكون مساند لأهل بيتك بالامتنان تارت حاجة تدعم أهل بيتك وما تقولش لولادك ايه التفاعة اللي انتو فيها دي لكن ايه اللي حاصل تدعمهم رابع حاجة تشاركهم تشاركهم لما يحبوا ان هم يعملوا حاجة تشاركهم الحاجة دي اللي هم بيحبوها خامس حاجة انك تكون ترشدهم ترشدهم يعني ما تفردش عليهم ولكن توجههم وترشدهم يعني ايه تقولهم ان ده افضل وتطرح لهم الامر ده وتطرحوا عليهم سادس حاجة انك تجرب معاهم وتجرب مع اهل بيتك كل حاجة ممكن يكون فيها نفعهم وفيها خيرهم اخر حاجة ان انت تطرح عليهم مجالات جديدة يشغلوا افكارهم ويشغلوا مهارتهم وقدراتهم فيها السبع حاجات دي لو عملتها انت فعلا انسان ناضج سواء كنت زوج او زوجة سواء كنت ابن سواء كنت بنت ولابد انك تستثمر في اصلاح بيتك بنضج ووعي فربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الفساد بعد الاصلاح فقال ولا تفسده في الارض بعد اصلاحها يبقى ايزا انت لازم تكون تخاف ان انت تكون سبب من اسباب الافساد ولذلك لازم تكون طول الوقت بتعمل ايه بتصلح ولكن بحكمة وبنضوط طب نعمل ايه عشان نكون نضجين اول حاجة اول حاجة اول اجراء ممكن تعمله ان انت تنوي كل يوم مع اذكار الصباح والمساء انك تكون يخز فما تهتم فإن اللي حاصل فما تهملش اولادك لا تهتم بيهم وتهتم ببيتك النية نفسها عتخلي اهتمامك باولادك ويقضتك جزء من تصرفاتك في الحياة تاني حاجة ان انت تتفقد كل يوم اولادك تمر على غرفهم وتتفقد اهلك مش ترقبهم في فرق بين التفقد والمرأبة تتفقدهم يعني تشوفهم محتاجين ايه وترعاهم رعاية حقية تالت حاجة عبر عن حبك لأولادك لان انت لو معبرتش عن حبك لأولادك مش ممكن تكون ناضج ان الشخص احنا دايما بنرسو ضعيب من عيوب الازواج وعيوب من عيوب الزوجات هو عدم التعبير احنا مستنين ان الناس تعرف عننا واحنا ما بنعبرش مش هيحصل لازم نعبر لان في اوقات كتيرة بتبقى لأشياء معقدة ومحتاج ان الواحد يعرضها هو نفسه عشان الناس تفهمها بشكل صحيح رابع حاجة احمد ربنا على نعمة بيتك لان كل ما تحمد ربنا على نعمة بيتك تحس ان بيتك ده كنز من الكنوز وتقدر تستثمرها خامس حاجة فكر كل يوم ازاي تخرج احسن ما في اهل بيتك لو عملت ده لو عملت الاجراءات دي هتبس تلاقي حياتك اختلفت تماما وهتبس تلاقي نفسك وصلت الحالة من حالات النضوج انا النهاردة لان المسألة مليانة تفاصيل كلمتكم عن ركن من اركان الاستقرار في البيت معنى من المعاني الكبرى في البيت معنى النضوج هذه لبنا بعد ما تفهم ان الاسرة قيمة وبعد ما تفهم ان اكتر قيمة لازم تستثمرها يا الحب كنت لازم تعرف ان الحب ده ما بيعشش بدون نضوج النضوج ان انت تستطيع ان انت تصل الى افضل اداء زواجي وتعمل كل حاجة فوقتها فالاسرة تبقى في امان ومتمسكة